طريقة تغيير اسم الفيسبوك الاسم واحد بأسهل طريقة جدا جدا تابع معها الشرح طبعا حضرتك هسيب لك في اول كومنت تنزلي للفي بي اني ده تمام عشان هنستخدمه في تغيير اسم الفيسبوك تاني معانا طريقة وهي انك هتنزل فيسبوك لايت واهم حاجة يكون في اخر التحديثات ليه تمام هنفتح فيسبوك لايت وبعدين هتضغط على ثلاث شرط وبعدين هتنزل تحت على الاعدادات والخصوصية وبعدين على الاعدادات وهتضغط على مركز الحسابات بعد كده هتضغط على ملفات الشخصية وبعد كده هتضغط على اسمك وبعدين هتضغط على الاسم زي ما انت شايف حضرتك جاب لك اسمك اللي انت مساميه في الفيسبوك دلوقت عشان نغير الاسم واحد هنعمل اي يا باسل تعال اقول لك هتعمل ايه في اسم العائلة هنمسح الاسم اللي احنا مش عايزين كويس جدا هنضغط على مصطرة هنا تمام وبعدين هنرجع خطوة نروح نفتح LVPN زي ما انت شايف هيجي معاك الشكل ده ما تستخصرش حضرتك انك تسجل في البرنامج عشان البرنامج ممتاز جدا والVPN ان شاء الله يشتغل معاك وبينفع مع اكتر الحسابات القديمة طبعا حضرتك اتمنى انك تشترك بالقناة حشان هتلاقي فيديوهات من دي كتير تمام طبعا حضرتك هتحط هنا جيميل وبعدين هتكتب باسورد وبعدين هتهيدي الباسورد كمان مرة هنا فاحنا هنسجل ونرجع لكم كمان مرة طبعا حضرتك بعد ما تكتبوا الجيميل والباسورد هيجيلكم الشكل ده بيقولك انك اكد يعني انك صاحب الجيميل هنروح طبعا على الجيميل بتاعنا تمام هتلاقي عندك حاجة اسمه سيت فورمي هوا يعني البرنامج تمام هتنزل تحت شوية هتضغط هنا عشان يأكد انك صاحب الحساب اللي هو الجيميل يعني تمام تمام كده خلاص هنرجع تاني للتطبيق تمام تمام كما انت شايف بيقولك تم تأجيد بريد الالكترون هنضغط على السمر زي ما انت شايف هيظهر معاك الشكل ده هتنزل تحت لحد لما تلاقي اندونوسيا اهي اندونوسيا هنضغط عليها وبعدين هتضغط على اتسل هيتبدأ اللي هو اتسل زي ما انت شايف باسرع يعني بسرعة جدا جدا زي ما انتم شايفين مدام هو ظهر عندك الفي بان جانب الواي فاي تمام يبقى كل حاجة تمام للعلم يا جماعة فيه ناس بتنفع معها الطريقة وفيه ناس لا يعني حسب منطقتك فانت حضرتك ما تجيش تقولي ان الطريقة ما نفعتش معاك تابعي مني واعمل اشتراك عشان ان شاء الله انازل فيديوهات كتير تمام طبعا كده الفي بان اشتغل معنا وكله تمام هنرجع خطوة تمام على الفيسبوك طبعا احنا قلنا اللي احنا نحط في اسم العائلة مصطرة تمام مرة واحدة كده وبعدين نضغط عليها مراجعة التغيير زي ما انتم شايفين الاسم الواحد اللي احنا عايزينه ظهر لنا هنضغط علي حفظ التغيرات عشان كل حاجة تبقى تمام والاسم يظهر لاسم واحد بيقولك هنا ايه تم تحديث الاسم تعالوا بقى نشوف هل الاسم فعلا اتغير ولا انا بجدب عليكم اكيد مش هجدب عليكم والناس اللي متابعاني عارفة كده زي ما انتم شايفين تم تغير الاسم لاسم واحد بس طبعا اللي هيشوفنا هيشوفنا بالطريقة دي اهو عرض كما يظهر للاخرين هيشوفنا اسم واحد بس كده ده كان شرحنا النهاردة بتمنى حضرتك انك تعمل اشتراك و لايك عشان يستمر في المحتوى كان معكم باسل من كانت كومبيس تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته